موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إن المجلس قدم الكثير من التنازلات من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة التي فرضتها ميليشيا الإرهاب الحوثية وناقش العليمي مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مستردات الأحداث على الساحة الوطنية وأكد الدكتور العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية المعتمدة من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف واشنطن الداعم لليمني ووحدته وأمنه واستقراره وتحقيق السلام الذي يستحقه أبناء الشعب اليمني مشيدا بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي في سبيل إنهاء الحرب وإحلال السلام إلى ذلك ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي مواقف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وحرصها على إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن وأشاد العليمي بالدعم السعودي للميزانية العامة للدولة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار وقال إن ذلك يعكس حرص واهتمام المملكة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية ومساندة مجلس القيادة الرئاسي فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بمواقف جمهورية مصر المشرفة وأدوار قواتها المسلحة الباسلة في مساندة قضايا الأمة العربية وحماية مصالحها القومية المشتركة وفي مقدمتها القضية اليمنية جاء ذلك خلال لقائه بالملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية لدى اليمن العميد الركن سامر شعبان لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين الأمني والعسكري أصيب طفل برصاص قناصة ميليشيا الإرهاب الحوثية غرب محافظة تعز وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الطفل محمد علي قائد سبعة عشر عاما أصيب برصاص قناصة لميليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة السن أثناء رعيه للأغنام بالقرب من منزله بمنطقة حجيج في مديرية مقبن غربي مدينة تعز وأوضحت الشبكة الحقوقية في تغريدة أن الطفل المصاب من قرية الكدمة ونزح مع أسرته إلى منطقة حجيج عزلة القحيفة غرب تعز توفي سائقان اليوم الخميس بطريق كربة الصحي بمديرية المقاطرة بمحافظة لحج الطريق البديل الرابط بين محافظتي لحج وتعز وقال شهود عيان بمنطقة كربة إن شاحنة تحمل مقطورة غاز منزلي هوت في إحدى المنعطفات وسط الطريق ما تسبب بوفاة سائقها على الفور وضاف الشهود أن مقطورة الغاز انفجرت وتسربت منها كميات الغاز بصورة كثيفة إلى داخل المنازل المجاورة وأشار الشهود إلى أن حادثا مروريا مماثلا وقع على الطريق نفسه لشاحنة نقل وتسبب بوفاة سائقها أيضا هذا وتوقفت حركة السير كليا بين محافظتي لحج وتعز بسبب الحادثتين لساعات طويلة أدانت الحكومة اليمنية مسرحية المحاكمات الحوثية لعشرات المختطفين معتبرة ذلك تنصلا عن التزاماتها على صعيد ملف الأسرة والمختطفين الذي ترعاه الأمم المتحدة وقال رئيس مؤسسة الأسرة والمختطفين هادي هيج في تدوينة على منصة إكس إن محاكمات ميليش الحوثي لاثنين وثلاثين مختطفا من صنعاء وذمار وعمران مسرحية باطلة وخطوة تزيد من تعقيد مسار التفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين وأكد هيج أن الإجراءات الحوثية محاولة للتنصل عن التزاماتها بإطلاق الكل مقابل الكل ودعا هيج الأمم المتحدة ومبعوثها إلى إلزام الميليش الحوثية بالسماح بزيارة السياسي محمد قحطان المخفي في سجونها منذ تسعة أعوام والكشف عن المخفيين وإطلاق جميع المختطفين استهجن المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري منح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميليش الحوثي لمعدات للتعامل مع الألغام والحماية الشخصية وأكدا أن ذلك يعد مكافأة للقاتل وقال الحميري إن ما قامت به الأمم المتحدة قفزة تتجاهل التحذيرات وتتجاوز الواقع مشيرا إلى أن الحوثيين هم الطرف الرئيسي في زراعة الألغام في اليمن ولا يزالون يزرعون الألغام بكافة أشكالها بما في ذلك الألغام الفردية المحرمة دوليا في المناطق المأهولة ودعا فارس الحميري المؤسسات والحكومات المانحة إلى تصحيح مسار التمويل المقدم لمشروع نزل ألغام الطارئ الذي يتبناه البرنامج الأممي بما يضمن توجيه هذا التمويل لعمليات النزع والتطهير وتقليل القسائر في صفوف المدنيين نظم موظف شركة بوروجي سيستيمز وميديكس كوننكت وأسرة الحرازي يوم أمس وقفة احتجاجية جديدة في صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح مدير الشركتين عدنان الحرازي المختطف في سجون ميليشي الحوثي منذ يناير الماضي واستنكر المحتجون تدهور الوضع الصحي لمدير الشركتين عدنان الحرازي جراء حقنه بأدوية مجهولة وتعرضه للسجن الانفرادي منذ سبعة أشهر وناشد المحتجون المنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل والضغط على الميليشي الحوثية لوقف انتهاكاتها بحق الحرازي ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإعادة فتح الشركتين وإطلاق سراح مديرهم عدنان الحرازي من سجون الميليشي الحوثية دعت وزارة الأوقاف والإرشاد خطباء المساجد والعلماء والدعاء والمرشدين في عموم محافظات الجمهورية إلى تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من آفة الشب والتأكد والتأكيد على حرمتها وتوضيح خطرها على حاضر ومستقبل الشباب واضحت الوزارة في تعميم أن تخصيص مثل هذه الخطأ الخطب والدروس والمحاضرات التوعوية بمخاطر الشب والمخدرات تأتي لمجابهة تزايد خطر ترويجها من قبل مهرب الميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا كجزء من سياستها لتدمير شباب اليمن وأكدت الوزارة حرمة تعاطي مادة الشب وكل ما يذهب بالعقل وكل ما يذهب بالعقل ويؤثر عليه مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على ضروريات الحياة الخمس كونها تشكل كينونة الإنسان المادية والمعنوية وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال يواصل مركز الغسيل الكلوي في مدينة الغيظة بمحافظة المهرى تقديم خدماته المجانية لعشرات المرضى بشكل يومي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكشفت إحصائية لشهر يوليو الماضي بأن المركز استقبل مئة وستة وعشرين مريضا منهم اثنين واربعين حالة حصلت على ثلاثمائة واثنين وسبعين جلسة مجدولة وعشر جلسات إسعافية كما استقبلوا المركز بشكل شهري عددا كبيرا من المراجعين الذين يقومون بعملية الغسيل بشكل دوري وتأتي تلك الخدمات الطبية ضمن الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للتخفيف من معاناة المرضى بالمحافظة التقى وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامر اليوم في سيئون المبعوثة السويدية الخاص إلى اليمن سيد بيتر سيمبني والوفد المرافق له والذي يزور وادي حضر موت حاليا وأجرى في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس شامس سعيدي ومدير عام مكتب وزارة الخارجية السفير سالم بالفقيه وجرى استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية التي ألقت بظلالها سلبيا على حياة المواطنين وجهود السلطة المحلية في التغلب عليها وفقا للإمكانيات المتاحة وعطى الوكيل العامل صورة مجزة عن الأوضاع التي يشهدها وادي حضر موت واحتضانه لجميع أبناء الوطن معربا عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة في توطيد وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتعزيز مستوى الخدمات أقامت المؤسسة الطبية الميدانية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم ورشة عمل عن نتائج دراسة المعارف والمواقف والممارسات حول التحصين وصياغة الرسائل التوعوية للمجتمع الورشة تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويشارك فيها 35 مشاركا من قطع رعاية الصحية والتحصين والترصد والتغذية بالإضافة إلى مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات المستهدفة وتأتي في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة تفشي وباء الحصبة الذي بدأت المؤسسة مطلع الشهر الجاري دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة